في العراق حضور اقتصادي وعسكري وسياسي لكن البعد الاقتصادي يبقى تاثيره وازنا وفق حملة عراقية على وسائل التواصل ربطت بين تدخل الايراني وقمع التظاهرات والفساد والبضائع الايرانية فدعت الى مقاطعتها حجم التبادل التجاري بين البلدين يساوي 12 مليار دولار وفق الارقام السنوية الصادرة من وزارة التجارة في العام 2018 لكن وزير الخارجية الايراني محمد جوال ظريف الذي زار العراق مؤخرا اعلن نية بلاده رفع الرقم ليصل الى 20 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020 مصادر تؤكد ان ايران تحصل مقابل صادراتها على مليارات دولارات سنويا بصورة قانونية وغير قانونية رغم العقوبات الامريكية المفروضة عليها ومن ابرز صادرات ايران للعراق الخضار بكل انواعه منتجات الالباني ولديها مصنع كبير في كربلا المعلبات بكل انواعها الحديد والاسمنت والطابق ومواد البناء الاخرى البترو كيماويات الاسمنة الزراعية وغيرها السيارات الاسلحة والذخائر الحربية السجاد والاقمشة الكهرباء الماشية من ابقار واغنام اضافة للدواجن والغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء وبالمقابل لا تستورد ايران اي منتج عراقي اشرف عبدالباقي الحدث